أشيد بتنظيم هذا الملتقى الهام وأهني أصحاب البادرة وأن هذا الحفل الخاص بإهياء الذكرى الخامسة والعشرين من تأسيس النظام الوطني للمحامين الكاديين وكذا الدقول القضائي له أهمية قصوى كما أشيد بدور المحامين الفائل في تعزيز العمل على مستوى الجهاز القضائي وبهذه المناسبة أهني أيضا الرجال والنساء الذين اختاروا هذه المهنة الخاصة بالدفاء عن حقوق مواطنين كما أن الحكومة ودعت من اهتماماتها ومن أولوياتها النظام الوطني للمحامين كما أنه حتى العام 1996 يتم تنصيب المحامين عبر مرسوم رئاسي ويأمل تحت وصاية وإشراف المداء الآم لدى محكمة الاستئناف الذي يلأب دور كبير المحامين ومن عجل السماه للمحامين لائب دورهم المنوط وتماشيا مع أهداف الديمقراطية فإن الرئيس الجمهورية الرئيس المجلس الأعلى للقضاء فقد أصدر مرسوما رئاسيا في العام 1996 والقادي بتأسيس وتنظيم مهنة المحامة ومنذ ذلك التاريخ فإن المحامين لم يتم تنصيبهم عبر مرسوم رئاسي ولكن يتم اختيارهم من قبل نزرائهم وفقا للنصوص القانونية المنظمة لهذه المهنة وهي بمثابة قانون دستوري مؤترف به وأن هذا التقدم الملحوظ وترقية أمل المحامين تؤتبر نتيجة للجهود السياسية والعمل الجاد نؤكد لكم بأن الأدالة الشادية تواجه العديد من الصعوبات والخلل وهي إهدى الإشكاليات الرئيسية بالبلاد وعليه أقدم لكم ثلاثة من الأمثلة كما أن المثال الأول هو حادثة سندانا التي سجلت العديد من الوفيات والجرحة وأن المتورطين في هذه الجريمة تم توقيفهم في العام 2019 وتسليمهم إلى الأدالة ولكن مع الأسف فإن الأدالة قد أطلقت صراح هؤلاء المتورطين والذين ارتكبوا نفس الجرائم في حادثة سندانا 2 والتي خلفت خسائر في الأرواح وتم توقيفهم أيضا من قبل قوات الأمن والدفاع وتسليمهم إلى الأدالة وحتى هذه اللهزة لم تتم محاكمتهم كما أنه في منطقة بوهير الشاد فإن قوات الدفاع والأمن قد قاموا بتوقيف بعض من الأشخاص مرتكبي الجرائم وتسليمهم إلى الأدالة ولكن تم إطلاق صراحهم وأن المثال الثالث فإن قوات الأمن قد قاموا بتوقيف أحد من قطاء الطرق وتسليمه للأدالة مع جميع الأدلة ولكن الأدالة قامت بإطلاق صراحه مجددا طالما أن الأدالة مستقلة فيجب عليها القيام بدورها وبمسؤولية وذلك تماشيا مع الأهداف الرامية إلى إعادة بناء شاد وبما أن مهنة المهاماء مستقلة فيجب على المهامين الالتزام بواجبهم المهني ترجمة نانسي قنقر